اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على سبيل المثال لو انني سألت شخص هل تعرف آية الدين سيشير الى انه نعم هي آية موجودة في سورة البقرة لكن هل تعرف ان آية الدين فيها قواعد مالية تعين المديون على حل مشاكله؟ تقلت شخص آخر ما رأيك بسورة الفلق؟ قال سورة الفلق تحصين ولكن هل تعرف ما هي قواعد التحصين التي تجعل من سورة الفلق؟ فعلا اداة فاعلة لحفظك من الوساوس ومن وساوس الجني ووساوس الانس ومن الوقوع في التفكير المفرد عدد الاشخاص الذين يعرفون ان القرآن الكريم يوجد به اسس نفسية وقواعد عملية وكذلك حلول للكثير من المشكلات بل حلول لكل المشكلات الى اي درجة نعرف هذه الحلول هم عدد الاشخاص الذين يعرفون ان في القرآن الكريم هناك قواعد تناسب نفسك ايها الانسان وهناك حلول عملية واساليب جوهرية جميعنا نحب القرآن الكريم ولكن هل جميعنا فعلا صادقون في محبتنا لهذا الكتاب؟ الى اي درجة نحن نتبع التعاليم التي انزلها الله تعالى في هذا الكتاب الامر الذي لا يعرفه الكثير ان هذا الكتاب منهج حياة سعيدة كاملة الى اي درجة انت تنتفع به وحقا تتدبره بالصورة الصحيحة التي تعينك الى ان تصلح حياتك برنامج ليتدبر النسخة الرابعة برنامج متكامل عبارة عن اربع دورات ليس كاي برنامج في التدبر فهو برنامج يحتوي على قلسات تدبرية ايضا تفاصيل متعلقة بجوانب حياتك نناقشها ومن ثم نخبرك كيف تستخرج منها الحلول المناسبة لمشكلتك بالاضافة الى ان هناك قلسات نقاشية ومن خلالها لا يكون التدبر مجرد فهم الايات فقط وانما نصل الى مرحلة الاطمئنان للتطبيق العملي الذي في النهاية سيحل لك مشاكلك كذلك ستعيش في حالة من السكينة والاستقرار ستجد النصرة والتمكين واجابة الدعوات وتحقيق الرغبات بالاضافة الى ان القرآن الكريم سيحقق لك البركة في حياتك ماذا تنتظري هذا البرنامج للنساء يقدم على برنامج الزوم اونلاين كل يوم سبت ولمدة 12 اسبوع بدءا من الثامن من اكتوبر بحول الله تعالى انا امل الجامعي باذن الله ساكون معكم خلال هذه الدورة او البرنامج واذا اردتم التفاصيل تجدوها اسفل الفيديو اذا اليوم باذن الله تعالى هذا الاسم الجميل انا احس كأنه براد مجرد ان انا اقول السلام دائما كذا اشعر ببراد على القلب هذا الاسم يقري بمقرى الماء البارد على القلب من جماله ومن حلوته ودائما نقول كل اسماء الله حسنى ونعيد ونزيد ان كل اسماء الله حسنى حسنى يعني لها اثر طيب لها اثر طيب دائما يعني تدل على كرم الله وعظمته وتنزيهه وقدسيته كل اسمائه نحن لا نتكلم عن الافعال نحن نتكلم عن الاسماء والافعال هي جزاء لافعال يعني الله تعالى عندما يعذبوا او عندما يغضبوا فما يغضبوا ولا يعذبوا لك احنا ما شفنا في والعياذ بالله من اسمائه العذاب او الغضب لا والعياذ بالله لكنها افعال تستحق لأفعال في كذا قاعدة في الفيزياء كل فعل له ردة فعل فما فعل الله الا بعد فعل البشر يعني لما انسان يعني يفعل ما يستحق العذاب يعذب واذا الانسان يفعل ما يستحق الغضب يغضب عليه يعني الانسان المتسبب لكن الاصل في اسماء الله تعالى حسنى بمعنى ان الله تعالى دائما في تعامله مع عباده امن وامان ورحمة واطمئنان يعني مستحيل الله سبحانه وتعالى يبادرنا بالغضب والعياذ بالله دائما رحمته سبقت اسماؤه الحسنى سابقة وافعاله المرتبطة باسمائه الحسنى وصفاته الحسنى دائما هي السباقة وهذه من رحمة الله تعالى بنا يعني شوفوا كرم الله تعالى لهذه الدرجة انه مهما كنا فاسدين على الارض تبقى اسماءه هي المتقدمة صفاته الحسنى هي المتقدمة وهذا من رحمة الله تعالى بنا واليوم اسم الله السلام راح نشوف ما لهذا الاسم يعني كيف الله تعالى ارتضاه والبعض يقول ان اسم الله السلام ينضم الى مجموعة التنزيه لان اسماء الله تعالى في البعض حاول انه هو يصنفها في مجموعات احنا طبعا ما ذكرنا التصنيفات هذا عادة في دورة التجلي تجليات اسماء الله الحسنى لانه اول شيء هذا اللي يريد انه يتعمق اكثر لكن البعض قال انه اسم الله السلام اصلا ضمن مجموعة التنزيه اي انها من اسماء الله التي تدل على تنزيه الله وكما قلت لكم اصل الى الاصل ان الله تعالى منزه عن ان هو يروعك او يشقيك حاشا لله فاللي يقول ان الله تعالى اشقاني فقد افترى على الله ومن قال ان الله عذبني فقد افترى على الله لان الله من اسمائه السلام ومن اسمائه المؤمن ولو تلاحظوا الآية اللي جاءت فيها اسم الله السلام جاء بعدها اسم الله المؤمن فاستحاله استحالا اللي يقول ان الله تعالى يعذب عباده الله تعالى لا يعذب عباده لانه الغني عن ذلك اذا ماذا معنى ان الناس اللي مثلا تروح النار واللي مثلا تكون شقية اما ما يحدث في الدنيا فله امران إما لتعود إلى الطريق أو تختبر فيما أنت فيه يعني إما أنك سائر في طريق غلط فالله تعالى ينزل عليك البلاء حتى تعود أو أنك سائر في طريق صحيح لكن الله تعالى يختبرك أما أنه يعذبك حاشا لله الله تعالى لا يعذب طيب ماذا يعني عن العذاب أما العذاب فهو نتيجة الأفعال الأفعال اللي احنا فعلناها وهذه ما تكون إلا يوم القيامة العذاب الأبدي يكون يوم القيامة أما في الدنيا أنت ما تعذب ودائما ما تكون أيضا يوم القيامة تكون في النهايات النهايات يعني إنسان أصلا طول حياته كان متمرد كان ظالم يجي على آخر أيامه يهان يهان على آخر أيامه إلا من رحم ربي إلا من رحم ربي وارتضى له الله تعالى أو رأى الله منه حسن العمل والله تعالى كريم وأكرم الأكرمين قد يصلحه على آخر الأيام لكن الإنسان ما يأمن هذا الشيء والأصل الأصل إنه هو يسير على حسب ما الله سبحانه وتعالى يريد فإسم الله السلام ينزه الله من فكرة إنه الله تعالى يعذبنا عني كيف بالك يعني لما وحدة يمر في بالها أنه عندها مصيبة أو عندها أزمة أو أنه مثلا فقدت يعني بعض الأمهات مثلا سبحان الله في بعض النساء عندهم يعني إجهاضات متكررة إجهاضات متكررة فتقول يعني مثلا إن الله تعالى خالقني شقية حاشا لله الله تعالى ما خلق حد شقي ولكن الإنسان هو الذي ظلم نفسه فإسم الله السلام تنزيه لذلك من إنه تقولي الله تعالى شقاني أو إننا مخلوق شقية لا نبتعد عن هذا الموضوع من فقد ما فقد كله كله ابتلاء والأصل في هذا الابتلاء إن الله تعالى يرفعك ما الأصل إنه يشقيك لما نشيل هذه الفكرة بنفهم الحكمة من الابتلاء إما أنني فعلت شيئا خطأ يحتاج أني أنا راجع نفسي فيه أو أني أنا ابتلاء واحد من الاثنين وكلاهما خير ولا يفهمهما إلا المؤمن ولو رجعنا لإسم الله الرزاق بنفهم أنواع الابتلاءات وأنواع الأقدار وتطمئن أنفسنا طيب الله السلام شوفوا لغة الخطاب الإلهية يعني الله تعالى أصلا يخاطب عباده بالسلام الله السلام ودائما ما يقرئ السلام على عباده سلام على نوح سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إياسين سلام على المرسلين ترى كل جزاء بما فعل هذا جزاء لها بما فعلت من ضر يضر ولعلها تعود في ناس تعود تتوب لكن في ناس سبحان الله غفلتهم يعني أثر عليهم يقول الله تعالى يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء لغة لغة الخطاب يعني الله تعالى سلام ولا يخاطب عباده إلا سلام فسلام سلام سلام على المرسلين وكل عبد من عباد الله مرسل أنت مرسل لشيء أنت مرسل لشيء معين الأم مرسلة لتربية أبناءها الأب مرسل للعناية بأبناء يعني كل واحد عنده رسالة معين لا بد أن يؤديها فالمرسلين تشمل كل من هو له رسالة على الأرض كل من له رسالة على الأرض فسلام على المرسلين أما الأنبياء هذه صفة خاصة هذه صفة خاصة بعباد الله وقد يكون النبي مرسلا ممكن يكون النبي ورسول في نفس الوقت كل نبي رسول لكن ما كل رسول نبي عشان نعرف ما كل رسول نبي ولكن كل نبي رسول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ماذا أوصل الله تعالى يعني نبيه قال فقل سلام عليكم يعني أول ما تدخل في طريق الله تعالى السلام فأنت مضمون لك السلام من قال أشهد أن لا إله إلا الله فله السلام لأنه دخل في دائرة الله السلام لكن بشرط أن يتبع أوامر الله السلام حتى يحصل على السلام ما كل واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله معناته أنه ضمن السلام شرط كلمة أشهد أن لا إله إلا الله هذا ميثاق ميثاق وعهد أول ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني عهد بينك وبين الله ورسوله فالعهد الأصل أنك أنت تلتزم ولذلك أول ما تخالف العهد ستخرج من دائرة الإسلام وتعيش صراعات ولذلك نحن عندنا مخالفات على فكرة للعهد اللي يعاني في حياته يعرف أنه عندك مخالفات يعني انت عهدت الله تعالى وأنت أسلمت وأنت مثلا خلينا نقول وردت الإسلام يعني أنت أصلا تشهدين أن لا إله إلا الله لأنك في أسر مسلمة وتؤمنين بالله لكن الإيمان والإسلام يعني معاهدة بينك وبين الله لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني كل رسول النبي وليس نبي رسول بعدنا يحتاج الراجع هالجملة تحتاج مراجع هالجملة حبيبتي جوهرة وأنا ما راح يعني ما راح أجادلش فيها حتى ما ما أقع في جدال وأنا بعدني ما محيطة بالأمر لكني سأبحث فيها أكثر ما في شباس إن شاء الله سأراجع العبارة حتى تأكد منها وبإذن الله تعالى أصلحها فما أقادلكي لكن عليه تبلغ عليه تبلغ في فرق عليه تبلغ سيدنا يعقوب عليه تبلغ فما في باس إن شاء الله سأراجع الأمر عشان ما أفتي في ما لا أعلم والمهم إن إحنا نصل إلى الحق في النهاية حبيبتي جوهرة إن شاء الله جزاك الله خيرا على التنبيه بإذن الله بارك الله فيك فهمة أعرف 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 هذه الأمور أعرف درسناها وعرفناها أعرف لكن 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 لابد أن نعرف مفهوم الرسول كلمة الرسول أصلا كلمة الرسول أصلا لكل من هو له رسالة الأصل هذا الرسول عادة أرسلت لك رسولا أرسلت لك رسولا يعني أرسلت معا رسالة يبلغك إياها وكون أن النبي يخبر الناس ولو لمرة واحدة فله رسالة بس إحنا عشان ما ندخل في قضية جدلية خليني أتبحث أكثر أفضل وما ندخل في خلاف بإذن الله تعالى وإن شاء الله ما في خلاف وليست هي قضية يعني هندخل فيها يعني القنة ولا النار ولله الحمد فما يعني ما ندخل في هذه القضية طيب هي لك لما أقول أنا رسلت لك رسولا أو مرسولا أنا مرسول من عند فلان مو هذه هل معنات ذاك الشخص نبي ما زلت أقول ما ندخل في قضية جدلية أحسن حتى ما يعني ما نضيع ولا نتوه ولكن الفكرة أن كل نبي هو في الأصل رسول يعني فيه إلى رسالة معينة يرسلها فعشان ما ندخل في قضية جدلية وما يعني ما نخرج عن عن ما هو نحن جالسين عليه الآن ما في إشكالية لأن هذا موضوع آخر الفكرة هي أن الله سبحانه وتعالى يقرئ السلام على عباده الذين اصطفى وعلى عباده الذين اتبعوا لأنه قال وإذا جاءك الذين يؤمنون فقل ما لسلام عليهم يؤمنون بآياتنا وأيضا الله تعالى قال وقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فهؤلاء يدخلون في دائرة السلام اللي هم الله تعالى اصطفاهم وأيضا أولئك الذين يتبعون أوامر الله فكل هذين الفريقين هم في سلام الأصل أنهم يعيشون في سلام طيب لماذا نحن نعيش في حالة عدم سلام البعض يعتقد أن السلام فقط مرتبط في أنه أنا لا أؤذي الآخرين ودائما في ناس تقول لش يكفي أن المسلم هو الذي سلم الناس من يده ولسانه يعني من سلم المسلم من سلم الناس من يده ولسانه نعم هذا حديث صحيح يعني اللي ما يؤذي الناس فهو عايش في سلام مع الناس لا بلسانه ولا بإيده لا يؤذي ولا يظلم فهذا عايش في سلام مع الناس طيب هل هو في سلام مع نفسه لأنه لما نجي نتكلم عن السلام فالأصل أن السلام يبدأ من الداخل أيوة يبدأ من الداخل فمن كان يعيش في الأصل سلاما فلذلك الأصل الذي لا يؤذي الناس الأصل اللي ما يؤذي الناس في الأصل هو ما يؤذي نفسه لكن اللي صاير أنه إحنا ما نؤذي الناس ليس لأننا ما نريد نؤذيهم ولكن في واقع الأمر إحنا ما نريد ما نريد نصدع نفسنا أو أنه إحنا خايفين باختصار يعني لو بإيدنا لو بإيدنا في بعض الناس مثلا نقول لو بيدنا كنت حتى لدرجة أنه نقول هذا القملة لو بيد دي ذا الإنسان كنت قتلته صح ولا لا تجي أحيانا كذا قمل مغطابة من فلان ولو بيد دي كنت افتريت فيه فالأصل لو كان يعني شوفوا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قطعته صح بالضبط فلذلك الأصل لما قال الرسول أن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه الأصل هو من داخل يعيش السلام فما يؤذي الآخرين لكن في ناس ما تؤذي الآخرين لأنها ما معطايا فرصة للأذية ما يعني كما يقولوا ما رزقانه تؤذي لا لأنه يعني ما تريد تؤذي لكن هناك فعلا من لا يؤذي لأنهم يعيشون في سلام فهم في سلام مع الآخرين ما يفكروا يؤذي الآخرين ولا يعني يتسببوا في أذية الآخرين ولو بكلمة دائما حريصين فيعيشون في سلام مع الآخرين ما عندهم مشاكل مع الآخرين لكن دائما هناك من هم في صراعات صراعات مع الآخرين في تفكيرهم في تفكيرهم يعني إذا كنت تعيشين صراع مع الآخرين حتى في تفكيرش معناة أنت انتفى عنك السلام وما أشقانا إلا ذلك الصراع الذي يبدأ من الداخل مع أننا نشهد أن لا إله إلا الله ونؤمن أن الله سلام ومن أسمائه السلام إذن المشكلة موجودة في الداخل وسبحان الله ترى أسماء الله تعالى نعم نستطيع أن نقول طبعا لأنه إذا تدعين الله تعالى بإسمه السلام فأنت يعني نعم هناك من يؤذى لكن هو كيف يتعامل هو كيف يتعامل مع الآخرين يعني في ناس تتعرض للأذى لكن كيف تتعامل مع الآخرين من يعيش سلاما في داخله لا يؤذي الآخرين بل ماذا يفعل ماذا يفعل الأصل من يعيش سلاما في داخله ما يهمه فتجده ماله يسامح عرفت الآن كيف يتعامل الإنسان اللي عنده صلاح نفسه في داخله اللي عنده سلام في داخله واحدة تقول لش اللي يقول لي ما أقدر أسامح هو في الأصل في داخله لا يعيش سلاما لأنه اللي يعيش سلام في داخله مباشرة يسامح على طول عنده قدرة ليش؟ لأنه يعلم مباشرة إنه إذا أنا ما سامحت هذا الإنسان السلام اللي أعيش في داخلي اللي أعيش في داخلي ما أريد أخربه أيوة أكيد ما سلام لكن في ناس تأخذ على خاطرها يعني صح تسكت مثلا ما ترد يعني في ناس ما ترد لكن في داخلها عادي ما عنده مشكلة تقول خلوه عايش سلام هو في نفسه يا فلانا هذا فلان قال لك هذا جاهل يعني يعطيه المبرر ويعطيه العذر يعطيه المبرر ويعطيه العذر حتى لو أذاه هو متصالح لماذا؟ لأنه لا يريد يشغل نفسه بهذا الإنسان يعرف أنه أنا أول ما أبدي أشغل نفسي بمن أذاني مباشرة خرقت من دائرة السلام خربت على نفسي ولذلك ولذلك الذي يعيش السلام في الأصل لا يعطي الموضوع أهمية أيوة هذا السلام الداخلي والذي يعيش سلام داخلي يا أسماء حبيبتي أصلا ما يولفه ما يولفه مباشرة يلغيه يعمله مسح حتى لو ذلك الساعة أثر فيه وقعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يوقعه كانت أذية الناس له كانت تؤلمه كانت تحزنه لكنه ما له ما يقلس يطول عليها ما يطول فيها يعني فيه ناس مثلا يعني تقولي لها موضوع معين أو بينشو بينها مشكلة مثلا أيها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لكن في النهاية ماذا النبي لا يشغل لا يشغل تفكيره يعني طبيعي الإنسان يحزن لكنه ما يتمادى ما يتمادى ما يخلي الحزن يسيطر عليه ولا يشغل نفسه بهذا الحزن على طول مباشرة أي شيء يغضبه أيوة يسرها في نفسه لكنه ما له ما يقلس يعيد ويزيد لأنه اللي يقلس يعيد ويزيد يؤذي نفسه في واقع الأمر فاللي يعيش سلام أصلا مع نفسه في الداخل ما يعيد ويزيد الكلام الموقع ما يعيده خلاص نسيته حتى لو تقولي قش نسيت متاء يقولك فلانت بعدك زعلان مني حال مو زعلان يقول لك لا نسيت فعلا ما يكون في باله هناك ناس هناك ناس ماذا تفعل هناك ناس تقوليش سامحيني وإلى آخر ولكن تقوليش أنا مسامحتنش يعني في ناس للأسف تقول أنا مسامحة لسانا لكن في داخلها وأول ما يستوي موقف مو يستوي تطلع الأشياء المخباية تطلع الأشياء المخباية أيوة والمر الماضي أول مرة تؤذيني وكذا 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 ولذلك ولذلك يعني إذا ما يعني ماذا يقوله هناك إذا ما سمحت حقيقة إذا ما سمحت حقيقة ما أكون أنا عشت السلام رقعت تؤذيني إذا رقعت تؤذيني يعني أنا في النهاية ويش أسوي من تعود وتؤذيني أنا في النهاية ماذا أفعل من يستمر مو آخر شيء أسوي ها في حاجة هو يقول حسبنا الله ونعمة الوكيل مو معناتها مو معناتها أي أنني وكلت أمره لله أيوة بالضبط رفعت قضيتي لله خلاص انتهى الأمر لأنه في النهاية أنا ذا الإنسان خلاص ما بيدي شيء يعني أنا أقصى شيء سويته إنه أنا سامحته لكنه هو ما يريد فهجرهم هجرا جميلة بالضبط حتى أعيش أنا في سلام لأن الله تعالى لا يريدني أن أشقى بأي حال من الأحوال الله تعالى ما يريدني أشقى ولا أن أشتقي لكن إحنا المشكلة معالقتنا للأمور دائما تكون نكس اعتزل ما يؤذيك لكن إحنا معالقتنا لا أنا لازم أرد لا أنا لازم أراوي شغل ذا لا أنا لازم أنتقم منه ولا يصير يقول له أسأل الله تعالى أن يريني العذاب اللي أنا عشته بسببك يعني أحيانا أدعيه غريبة عقيبة وأنا قدلكم في بعض النساء سبحان الله تستوي من المخطرمين في الشعر لما تدعيه أسأل لك العذاب الساحق المتلاحق ما عفم ذلك الكلمات تجيبا عليه يعني فضيع فضيع يوم يدعيا تستوي شاعرة من الشعراء اللي هم في الجاهل هذا اللي عندهم اللغة العربية القوية ما عفم منها تجيب ذاك الدعاء لنطقها الشيطان بطريقة عقيبة أشهر من أشهر مسمو شاعر فضيع يعني تستوي الخنساء من شدة ما ما هي ما فهمه وفي النهاية ما تقول أنطقني الله حاشا لله الله تعالى ما ينطقك كلاما فضا مستحيل الله تعالى ما ينطقك يعني يوم ينطقك ما ينطقك إلا شر أعوذ بالله ما نطقش إلا الشيطان هذه الدعوة هذه دعوة شيطان هذه ما دعوة بسمها دعوة آدمي الله لا ينطق إلا خيرا يوم ينطقش ينطقش خير الكلام الخير اللي تنطقيه عرفي أن الله تعالى ألهمك إياه دعاء الخير ها الله تعالى ألهمك إياه أما دعاء الشر عرفي أنه النفس هو الشيطان اطمئني للنقطة فلما تدعي على حد عرفي أنه ذيك الساعة الشيطان راكب هو ما مؤثر وباغي ما له وباغي يخرب عليش لأنه عارف أنه الملائكة موت قول ولكن بالمثل صير أنت وانت ما داريا بالدنيا ويدعو الإنسان دعاءه بالشر وما داري طيب خلونا شوية كده قبل ما ندخل أكثر في مفهوم السلام نتكلم لو أنه لو أنه أنا يعني أو تخيلا كده معي مع بعض إنك تمسك جهاز تحكم واحد حال قلبك والثاني حال الرئة والثالث حال المعدة والرابع حال الضوء عشان تحدد كمية الضوء اللي تستقبلها العين كيف بتعيش عندش قهاز لكل قهاز في قسمك قهاز تحكم تعب تشتت نعم إيش بعد فوضى خوف أيوة نعيش خوف نعيش قلق لأنه أنا أخاف أخاف ضياع أخاف عن أنسى يعني واحد منذ الأجهزة صح يعني الأم 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 أخاف من كثرة أحيانا مسكينة ما تكون شالة مثلا عندها أربعة أطفال أو خمسة أطفال صح ممكن تكون تنسى أحيانا يصير تسمعوا عن الناس من كثرة ما عندهم أشغال يعني سبحان الله أحيانا ينسوا أنه معهم طفل في السيارة كم من طفل راحة ضحية بسبب أنهم يعني من كثر ما عقلهم لا يعيش سلاما وفي ناس يعني سبحان الله من كثر لأنه الإنسان أصلا ما ممكن يكون 24 ساعة مركز شوف الله تعالى ماذا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا لأنه حي قيوم مو يعني يعني قائم على كل حاج دقيقة في قسمش يقيمها الله ويسيرها وفق نظام الله تعالى ها يقيمه ولا يغفل عنه أبدا ولا ينساه حتى ماذا حتى يحقق السلام لك يعني الأصل الله تعالى أنزل السلام لما خلقش لما قال علم الأسماء أنزل السلام أصلا والدليل أنه أنت لا تتحكم بجهاز من أجهزة قسمش ولا يعني ولا مشغوله يعني تخيلوا واحدة عندها أولاد وفي نفس الوقت مشغولة بالأجهزة ما القسمها بالله عليكم هنا تقسم عمرها أنت أنت توصلي نهاية اليوم من كثر ما الواحد يعني يكون عنده مسؤوليات يوصل على نهاية اليوم ما له مو يستوي له فهذا يصفع أي حد قدامه ولا ليش الأمهات واحلي لهم مسكينات يوم عادة طفرا يدحل ذها من كفخن ذها طح فق صغير مساكنين ما من شوية صح ولا لا طيح صغير مساكنين متضايقة من ذا ومتضايقة من ذا ومتضايقة من ذا الزوق ومتضايقة ما عرف فيش وذي قطوح فوق ذا الفقار ذا كالضعاف ولا تزعق له ذا كالزعقة ما عايشين سلام لأن احنا عايشين ايوة طبعا يام مسألة انه ما يقوز لكن في فرق بين انه اضرب لأنه هذا الطفل فعل خطأا وانا اصلا هي تتحول جراندايزر بالضبط والامهات يوم تتحول جراندايزر بس كانت روم لا طير طير اذا حق صغيرين يسمعون هنا يطيروا فالاصل انه الانسان لا بد ان يعلم نفسه كيف يعيش السلام مع نفسه اولا لانه الانسان اللي يعيش السلام مع نفسه يعني حتى لو يستوم ما يستوم انه ما توز ما عنده شعور في واحدة تقول يعني بعيد الشرذة الانسان ما يشعر ذا ميت بنشوف المخبأ السر الحمام الحمام ولا السطح ولا الحوش واحد من المين لكن الانسان لا بد من ان يعيش لا بد ان يعيش اول شي السلام في داخله هنعرف كيف ممكن نعيش السلام في داخلنا اول شي حتى لا نؤذي الاخرين والاصل الانسان ما معناته انه هو ما يشعر لانه قلنا اللي مسألة ما يشعر ذا خطر اللي ما عنده شعور خطر والمشكلة انه اللي ما عنده شعور هذه فئة لكن اللي عندهم شعور بزيادة هذه الفئة الغالبة واللي هن اكثرهم من الامهات الله يعين هن ولذلك دايما يعيني حتى لو يحاول ان يعيش ان في سلام وفي بعض الامهات ما اعرف اذا مر عليكم دائما عايشات في سلام يعني يومي نشوف ان اولاد هن كذا يعني حتى حوارها معهم مختلف كلامها معهم مختلف حلولها للامور مختلفة لكن هذا نادر هذا نادر ليش لانه الانسان مبتلى يعني عايش في ظروف احيانا يعني كما يقول رغما عنه لكن الانسان قدر ما يستطيع قدر ما يستطيع يعني انا ما اقول حال الام يعني ولادها يتصافعوا قدامها طول اليوم حقيقة طول اليوم يتصافعوا كما مو تحافظ على السلام يعني هذا يضرب هذا وحقيقة هذي نعيش ونحن نعيش وما ما عايشين في سلام لكن نحن نعتبر هذه قضايا مالها هذه قضايا تعتبر يعني ما توصل الى مرحلة انه نحن نحقد او نكره يعني اطفالنا صحيح نغضب عليهم لكن في النهاية ماله في النهاية انت اولادش في الليل وتقيد حضنيهم وتنوميهم ولا تشليهم يعني تقومي تتلومي حتى يا ريتني انا ما اذيتهم او ما ضربتهم فهي الفكرة فكرة انه احنا لا نعيش صراعات وما نكون دائما في غضب او حالة غضب طيب سؤال اخر خيلي تخيلي كذا انه الناس انك تسمعين اولئك الذين يتكلمون عنك بالسوء ها شيء ناس يتكلمون عنك بالسوء بل هناك من يريد ان يقتلك شوف اللي هذي بيطش لها عرق هل تعيش هل تعيشي لانه ممكن يكون حتى اقرب الناس على فكرة نتأثر ونعيش في صراع صح فسبحان الذي اخفى وستر شوف كيف اذا يستر يعني من اسمائه السلام انه يستر عنك ما شوف احنا قاسة انا اسأل هذه الاسئلة حتى تعرف الله السلام ما يفعل لك من نعم اول شيء ها يسير لك اعضائك كلها فلا تحملين همها حتى تعيش في سلام ما اقلق ما اقلق انا قلبي هيشتغل ولا ما هيشتغل رئة يتر ضبطها ولا ما ضبطها ضبط كمية الاكسوجين ولا ما ضبط كمية الاكسوجين العين ضبط كمية الضع ولا ما ضبط فهو سلام شوف كيف الله تعالى ايضا الله تعالى يستر يعني ايش مو يقول الله تعالى لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم يعني الله تعالى اصلا اخفى عنك امر الخيانة عشان تعيش في السلام الله تعالى يريد ليش السلام تروح هي لا الا اتقسس الا اتقسس الا متغير الا تفتش شوف كيف فالله تعالى الاصل يريدك ان تعيش في سلام يا حبيبتي الله تعالى يريد لك السلام وهي ما باغية وفي النهاية تقول ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحل النوبة توعاد توعاد ربي مسني الضر صاش وحدش ايواء عشان تعرف فهي هذه الفكرة اما اذا الله كشفه امامك فاعرفي ان الله تعالى يريدك ان ترين شيئا لكن مدام الامر مخفي حمونا سير فتش يعني يا الله تعالى يظهره لي امامي هذاك شيء يريد ان يريك شيئا ولازم تتخذ فيه قرار اما الله تعالى شيء اخفى امو انا انا فيه اسرار الاخرين حتى لو كان زوجي او ابني او غيره لذلك حتى على الابناء لا يجوز التكسس حتى على ابناء ايش ما تتقسس ما تقول اولادي وحرة إلا إذا ما بايت عيش في سلام كما يقول بالعمان قرادة وشاو يعمرها هي ذي يعيشها الله تعالى في سلام ومهننها ومرتاحة وتقيش يعني هي إلا بس قيب القنف عافيتها هي هذه الله تعالى يريد لكم حتى لو اولادش وهم تحت مسؤوليتك ليس عليك أن تتقسس عليهم ما الاصل تتقسس عليهم نعم تنصحينهم لكن لا تتقسس عليهم إلا إذا الله تعالى أراك أمرا منهم يعني الله تعالى روا الشيء كأنه يريد أن يخبرك أن تبهي وهذه مسؤوليتك الآن في أن أنت تنصحي أو في أن أنت توقي أو تتخذ قرار لكن تروح أنت متعمدة ومركب كاميرات أنا ما أتكلم عن من هم أصلا يعني مثلا واحدة مركبة كاميرا للعاملة هذا شيء ثاني هذا شيء ثاني لأن إش أنت تركبينها ما عشان تراقب أفعالها تركبينها لحتى يعني ما تشوف فيها خصوصيتها هي يعني أنت ما تركب كاميرا في غرفتها الخاصة لكن أي أمر أعرف أن أي أمر الله تعالى يعني يعرف أن هذا الأمر فيه ضر لك بيظهره لك وسيظهره لك بالطريقة لتعرف كيف تديرنا لأن الله تعالى الأصل لا يريد يشقيش ولا يريد يشتعيش في عذاب طيب سؤال مختلف الآن وأريد أشوف إجاباتكم عليه يلا نشوف الحلوين ويقولوا خيل إن كل الناس السيئة اللي تنقل إشاعات قرضت ما حد ينقل إشاعات موت شعري سلام متأكدين متأكدين بتعيشوا في سلام متأكدين الناس اللي تنقل إشاعات انقرضت يصير مللة هين هم ذلك وشوي يتكلموا عنه ويعطوا الحياة ملح ما غاوي صح ماشا أكشن أيوة لما غيرت السؤال قلت ماشا أكشن لكن لول سلام تو واحدة تقول بعيد الشر يعني يعني تو يعني شر والله وأبعده هنزين إلى متى إلى متى المشكلة أن الناس أحيانا ماشا أخبار ماشا ملح يعني كما يقولوا ملح الحياة صارت الحياة مالها مملة أيوة طيب خلونا نشوف الآن الله تعالى السلام ويريد لنا السلام ولذلك الله تعالى هناك أمور مالها الله تعالى يقضيها عننا ويمنعها عننا حتى نعيش يعني في سلام تمام هذا اسم الله السلام الأمر الآخر أن الله يوقد لك ما يخالف السلام حتى تشعر بنعمة السلام شفتوا كيف أعيد مرة ثانية الله تعالى السلام يخلق لك ما يخالف السلام يعني ما يخالف الشيء حتى تشعر بقيمة الشيء أيوة هذه ما مشكلة بالعكس أنت ما تهتم فيهم خليهم هم مهتمين هم مشتقيين هذا مشتقي لكن الفكرة هي أن لما تعرف اسم الله السلام يشعر أيوة يخلق لك ما يخالف السلام لكي تشعري بالسلام قيمته فتقولي الحمد لله لذلك الإنسان المشغول بالآخرين تقولي سبحان الله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى صح ولا لا لأن في ناس كذلك مبتلى من بماذا بأنها تراقب الآخرين بأنها تطلع كلام على الآخرين تعرفوا أحيانا لما تفتح اليوتيوب أو تفتح مواقع التواصل تفتح مواقع التواصل مصيبة كيف الناس عايشة في يعني عدم السلام يعني تخيلوا في ناس تريد مشاهدات حال مو مطلعين كلام ما حقيقي يعني لدرجة أنه أنت لا شعوريا تشوفي عنوان ترى هذا الفلاني الذي فعل الحاق الفلاني وتطلع كلام ماشى منه شوفوا كيف يحلل درجة أنهم عايشين مشغولين بالآخرين كلهم كلهم عشان يجلب له مشاهدات وعشان يسجل في اليوتيوب ما أعلم إيش ويرفع ويعطوه فلوس وعلى باله يتهن في ذاك الفلوس ما هذا يعني تخيلوا متخيلين أيوة أيوة حتى لو وصل أنهم يسجلوا مشاكل مع الآخرين صراعات مع الآخرين بس عشان ويش حتى ماذا لكنهم في الحقيقة هم يعيشون في حال التدمير وما بس ياريتهم يدمروا نفسهم يدمروا الآخرين ولذلك الإنسان لما يشوف هذي للناس يقول الحمد لله أنه أنا ما عندي هذا الشيء الحمد لله أنه ما قال س أتتبع أخبار الآخرين ولذلك الإنسان اللي ما يعيش سلام أيضا اللي عنده مشكلة تجده يتتبع أخبار المشاهير يعني يعني من ضمن السلوكيات صح ما يطلع صح ما يطلع عليهم أخبار لكنه يتتبع أخبارهم فهو مثلهم لأنه يقول يعني الشيطان وأوليائه صح إنما ذلك الشيطان يخوف ماله أوليائه يعني اللي يتبعه ففي ناس أولياء للشيطان صح ما يطلع مشاكل لكن مالهم اليوم إذا ما فتحوا أخبار فلان ما يرتاح فما عايشين في السلام لذلك الله تعالى من أسمائه أيضا أن يخلق لك ما يناقض هذه الأسماء حتى تستشعر نعمتها النعمة التي فيها وإلا لن تستطيع تقديرها فاتخيل لو أنت أصلا هذه الناس أو هذه المجنوعة المبتلى بهذا الأمر اختفت بالضبط فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به الله تعالى وفضلنا على كثير مما خلقنا شوفي اسم الله السلام كيف لأنه أحيانا ما يقع على بالنا أنه اسم الله السلام يعني بس فقط يقع على بالنا أنه لما أقول أنا السلام يعني بس أشعر بالسلام لا له تقليات في حياتك إحنا قلنا كل اسم له تقلي في الأرض له تقلي الله تعالى خلق منه أشياء كثيرة من ضمنها أنه هو الذي يدير لك أو يكفيك هم إدارة أعضاء جسمك فهو السلام عشان يدير لك يدير لك يدير لك يدير لك حتى ترى النعمة التي كنت فيها فهو السلام حتى تحمد الله تعالى على النعمة عشان تعرفوا بس اسم الله السلام نعم يجعلهم سببا فأنتي لازم تفهمي شمولية هذا الاسم ما نأخذ جزء معين لأننا حيالا يظهر لنا اسم السلام يعني لما أقول السلام يعني أننا نعيش السلام ولما أقول ذلك الدعاء اللهم اشفي ما بنفسي اشفي ما بنفسي وامن علي بالسكينة والطمأنينة اللهم أنت السلام منك السلام مو يعني هذا الدعاء القميل اللهم أنت السلام منك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام مو يعني يعني يا رب منك السلام بمعنى أنه هد كل الأشياء اللي تشغلني واللي تبعدني عنك واللي تخربط لأموري اللهم أنت السلام منك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام وأيضا عندما نقول اللهم اشفي ما بنفسي اللهم أنت السلام ما في ما بنفسي يعني يا رب أنا في داخل صراعات هدئها وأزلها لماذا حتى يمن الله تعالى علي بماله بالسكينة والطمأنينة لأن الأصل لما يكون الإنسان عايش في سلام ما تكون النتيقة الشعور طمأنينة وسكينة نتيقة للسلام اللي يعيشه دايما عايش في سكينة والطمأنينة واللي يعيش في سلام على فكرة يوم يمشي حيطش من يعيش في سلام يمر بقانبك والله لا يقشعر قسدك منه كيف يقشعر بتحسي بها طاقته طاقته عالية الإنسان اللي عايش سلام اللي عايش سلام ويمر من قنبش يمر من قنبش عارفي على طول يعني هذا طاقته رهيبة رهيبة هناك أناس إذا مروا من جانبك تقولي سبحان الله هذا الإنسان كيف كيف هذا السلام الموجود في وقهه وفي ناس يوم 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 تشوفين تقول عوذ بالله عوذ بالله ينرفز صح في ناس تشوفين تقول ينرفزني ذا الإنسان وفي ناس يوم تشوفين تقول سبحان الله ذيك السماحة بوفقه هذا الإنسان انعكاس ترى الوجوه انعكاس يا جماعة وأيضا عندما ترين الآخرين بذلك أيضا انعكاس عندما ترين سلاما في إنسان اعرفي أنك أنت تعيشين السلام في تلك اللحظة ينعكس في هناك أناس فعلا يعيشون السلام وفي أناس يعني وفي ناس في ناس هم هذين يعني فعلا عايشين السلام في ناس عايشين السلام لكن هم في داخلهم يعني يشوفوا ناس مثلا خلينا نقول مثلا مثلا أعطيكم مثال مثلا أنا وأمونا أمونا إنسان أصلا كل اللي يشوف يحبها أجي أنا وأقول مو تحبوا من هذي ملغاه كذا 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 سوري يعني أسفة مونا بس مثال أعطي مثال عن تخضمونها على خاطر كل الناس تحبونها كل الناس واللي يشوف الله البنت تسميها يعني ما شاء الله كذلك باردة باردة عن الفوت من زين واجي أنا في النص ومو أقول محابين منها مو تحبوا من هذه عرفي إنه أنا عندي المشكلة أيوة أنا عندي المشكلة لأنه مستحيل يجتمع إنسان ماله هنا همونعات هنا همونع الحرفية همونع راحة طلع اسمها أول شي عندي هذا المثال فمعناته أنت عندك مشكلة أيوة عندك مشكلة عندما ترى إنسان أصلاً الكل يتكلم عنه إنه هذا روحه جميلة لأنه مستحيل يكتمع الناس على إنسان روحه جميلة يعني كأولئك كفار قريش لما قالوا على النبي أنه كذا وكذا لكن يوم يجيه فعلاً يقتربوا من عنده ما يقدروا يرون السكينة والجمال فعلاً يعني يصير يتكلموا يتكلموا عنهم لكن لما يقابلوهم بعدين يقولوا أيوة لما يقابلوهم بعدين ينصدموا يقولوا فعلاً إنه إحنا اللي عندنا المشكلة كيف نتخلص من الشعور السلبي يعني هذه تكلمنا عنها إنه إحنا كيف نسامح حبيبتي سلمة في في محاضرة نمسوتها عن التسامح ستقديها إن شاء الله في اليوتيوب إذا تعرفي قناة اليوتيوب اسمها قناة إشراقة روح بتلقي فيه فيديو كذا عن التسامح وقد يشرح بالتفصيل حتى يعني ما ما ندخل في تفاصيل موضوع وما أبغى أخركم واقد وإذا الله تعالى أراد إنه إحنا نعيد موضوع التسامح إن شاء الله من عيوني بإذن الله تعالى بعمل في هذا الموضوع لأنه أيضاً واقد يتردد علي إنه كيف أنا أتخلص من هذا الأمر وكيف أعيش ولكن إذا حاولنا أن نفهم اسم الله السلام أيضاً قد يكون أحد الطرق إنه إحنا نعيش بها السلام يقول الله تعالى في كتابه الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ولذلك أعتبرت أعتبر هذا الإسم من أسماء الله التي تدل على تنزيه الله تنزيه الله أي أن الله تعالى منزه من أن إيش يقعلكي ماله تخافي مستحيل يخليش تخافي طيب إيش اللي يخوفني الشيطان ولذلك الناس اللي تعيش حالة خوف شديدة وتقول إيش أنا أخاف من الله واقد وما عندها الرجاء شغال معناته هذه أصلاً هذاك ليس خوف من الله لأن الخوف من الله يفضي إلى السلام أنا أخاف من الله يعني أنتهي وأحسن الظن في نفس الوقت به فهذا معناته ما صحيح ففي ناس عندهم الخوف بزيادة اللي عندهم خوف بزيادة معناته إسم الله السلام عندهم ما متفعل وبمعنى أصح ما حقيقي لأنه زاد والله تعالى يعبد على ميزان فالأصل الخوفي منه يوافق حسن الظن به يعني متزن في اتزان أخاف نعم وفي نفس الوقت أحسن الظن به فأرجو رحمته اللي تابع الأخبار في لقاء كذا للشيخ القرضاوي رحمه الله يقول يقول له هل أنت خائف من لقاء الله قال أكيد خائف لكني أرجو رحمته شوفوا التوازن شوفوا التوازن الإجابة جميلة جدا قال نعم إني خائف لكني أرجو رحمته لأنه اسمه الغفور الرحيم شوفوا من يعرف من يعرف الله لأنه ما يعرف ربما يكون هناك أمور هو قصر فيها فما ينزه نفسه عن التقصير ما ينزه نفسه عن التقصير هذا هو الاتزان يعيش في سلام الإنسان شوفوا الله تعالى ماذا يقول والله يدعو إلى دار السلام يعني الأصل الله تعالى يدعوك إلى دار السلام يدعوك إلى أن تعيش السلام في الدنيا وفي الآخرة يدعوك إلى الإسلام حتى تعيش السلام ما يكون عندش هذه الصراعات وما أنزل الله لنا هذا الدين إلا لنعيش السلام وهذه دعوة الله لنا إنه نكون في دار سلام في الدنيا وفي الآخرة الناس تقول لش الله السلام بس موجود في الآخرة ما صحيح وإلا لماذا أنزل الله الإسلام ولماذا ارتضى لنا الإسلام دينا عشان نعيش في سلام ما عشان نعيش في صراعات وفي ناس تقول لش لا 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 المفروض يعني هذه دار شقاء ما من قال من قال هذه دار ابتلاء وليست دار شقاء في فرق كلمة ابتلاء يعني اختبار أما كلمة شقاء يعني تعيش في عذاب والله تعالى ما يريدك تعيش في عذاب سبحان الله من أسمائه السلام وتقول انتي عايشين في شقاء وفي ناس تقول لش طول عمري شقية طول مخلوق شقية هذه عبارات تدل على أنه احنا ما فاهمين لا نفهم الله تعالى ولا نعرف أيوة دلالة على أنه الشيطان مسيطر وهوى النفس مسيطر علينا للأسف ضحك علينا نفسنا وما عارفين الاسم شوف الله تعالى ماذا يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام يعني يحييك تحية لما الله تعالى يقول حال النبي قلهم سلام عليكم أيضا النبي الله سبحانه وتعالى يقرئنا السلام فيسلم علينا يسلم علينا نكون خلاص في حالة اتزال يا جماعة اللهم بلغنا اللهم بلغنا اللهم ارزقنا اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الله تعالى هو الذي ينزل السلام والسكينة على قلوب من الذين آمنوا يثبتهم سأل الله تعالى إن من يكون من أولئك الذين يثبتهم الله تعالى بالقول الثابت بالقول الحسن حتى ماله يستقروا فيكونوا في سلام ولذلك الإنسان اللي دائما يعاني أيضا ها بارقع وقول الإنسان اللي إيش يعاني من مشاكل يسأل الله تعالى دائما أن ينزل السكينة على قلبه لماذا حتى يعيش في سلام وما يتأثر ولذلك الله تعالى لما أمر النبي إنه ماله يسجد ويسبح لماذا حتى ماذا حتى ينشغلوا بالتسبيح ولا ينشغلوا بماذا بماله بالتقريح اللي جاء من الناس ينشغلوا بالتسبيح فلا ينشغلوا بالتقريح فإذا انشغلوا بالتسبيح خلاص أنساه الله تعالى التقريح عرفتوا الآن أولئك الناس الذين يؤذوننا ينشغلوا بتسبيح الله أكثري حتى ماله حتى لدرجة أن عقلش لما يصير مشغول بتسبيح الله مستحيل يفكر في أولئك الذين ولذلك الإنسان كثير الذكر الناس كثيرة الذكر ما يشغلوها ما يشغلها الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا مو قالوا مو قالوا عايشين في سلام مشغولين ماذا هم مشغولين بذكر الله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عايشين في سلام وقالوا حسبنا الله سيؤتينا من فضله عايشين في سلام ما عندهم مشكلة طيب الآن من خلال الكلام كيف نصل إلى السلام كيف نصل إلى السلام وشوفوا الله تعالى أيضا من أسمائه عشان نعرف الشمولية أن الله تعالى من أسمائه السلام بمعنى أن الله تعالى عندما ينزل الأقدار ينزلها خفيفة ينزل الأخبار على عباده خفيفة ما تكون ثقيلة على قلبهم يعني في ناس مثلا يقولون لها مثلا ابن اشتوفى يجيها خبر ما تفقع ما تفقع يكون الخبر ما له خفيف على قلبها ما يعني ما يكون عندها هذاك خلينا نقول الجزع تنزل الأقدار عليها خفيفة أيضا الله تعالى يكفي عباده قلناها هذه ونعيمها وحمايتها يعني النعم الله تعالى يوفرها لك ويكفيك همها وهم إدارتها نعم ولذلك تنزل على عباده الصالحين تنزل خفيفة ولذلك ما توحدة تقولي طيب في ناس أصلا هم ما ما بين عليهم الصلاح ما أدراكي ما أدراكي ما أدراكي إنه هذا الإنسان أصلا إلا من أتى الله ماله بقلب سليم هذاك رايح لله تعالى بقلب سليم ما لازم تشوفي يعني في نظر إشنتي إنه هو غير صالح تراحنا المشكلة إنه الصلاح عندنا اعتبرنا ماذا الصلاح اعتبرنا أو اختصرنا اختصرنا الصلاح في ماذا في المظهر وبدأنا نحكم على الناس قلنا هذا صالح وهذا طالح من نحن من نحن حتى نحكم على الناس صحيح الإنسان مطالب إنه يكون ما في قلبه وهذا هو السلام إنه يكون ظاهر على وقهه لكن في ناس وقههم غير ظاهرهم غير وباطنهم العياذ بالله وكم من وكم من ناس في ناس الحافهم إلى إلى ذاك مصفو إلى الركبة ولكن والعياذ بالله منهم وأيضاً هناك من الرجال من نحيط إلى الركبة ولكن والعياذ بالله وفي ناس وفي ناس أصلاً يعني ما نافعين لا من داخل لا من برا في ناس ما نافعين لا من داخل لا من برا وفي ناس يعني داخلهم نقي يحتاجوا أن ينظروا إلى خارجهم فيتفق المهم أنهم لا يخالفون أوامر الله بالضبط بالضبط فما العبرة فما نحكم صحيح أن الله تعالى يأمرنا أننا ما نقول شيئاً ثم نفعل عكسه يعني ما أقول الله تعالى قال لي مثلاً ألبس الحجاب أنا ألبس أسوي العكس ولا وحدة تقول هذا بيني وبين الله لذلك الكلام هذا ما ينفع ما يستوي أو تقول أهم شيء القلب نزوي الأوامر أهم شيء قلدي أنا ما أحقد على الناس نزوي الأوامر ترى أنت مدام آمنت بالله وشهدت إذن فيه أوامر لازم تتبعيها عشان ما يكون فيه صراع ما تعيش فيه صراع ولو قلت ترى أن ترى هذين هذين اللي مثلاً ما متحقبات عايشات صراع بس كابراً عايشات صراع ما مرتاحات صح تقول الأشياء المهم اللي في قلبي لا حبيبتي أنت تعيشين صراع في الواقع الأمر والدليل إنه إيش أيوة والدليل إنه لو شافت واحدة محقبة إذا واحدة ما محقبة تبدأ إيش تسوي تلقيها كذا تسوي تبتغطى عمرها وترتب نفسها أو إنها تكابر وتبين إنه الموضوع عاد لا عاد هذا عاد ما صحيح أنا عايشة سلام تكابر فالفكرة أن الذي يعيش سلاماً ومتصالح مع نفسه ماله دائماً أقواله وأفعاله متطابقة طيب الهداية لسبل السلام أيضاً لأن الله سلام ماله يهدينا سبل السلام يدلنا يخبرك كيف تصلين إلى السلام يدل لش يقول لش ايش اقتنبي سوء الظند اقتنبي أكل الحرام اقتنبي التقسس اقتنبي فهو يدلنا يدلنا على سبل السلام اللهم اهدينا سبل السلام يدلش ليش لأنه هذه الأمور هي اللي بتخليش قال لش اقتنبي قال لش امشي في هذا الطريق إذا تريد تعيش السلام اللي هو أي طريق طريق المستقيم الطريق المستقيم وهناك آية جمعت بين السلام والطريق المستقيم فإذا كنت تريد السلام امشي على الطريق المستقيم فالله تعالى أيضا من أسمائه السلام أنه يهدينا سبل السلام طريق السلام يخبرنا تريد السلام يقول تريد السلام ولذلك الله تعالى يقول اهدينا الصراط المستقيم لماذا نعم نعم دعاء رائع هذا اللهم اكفي لساني أو امنع لساني عن أذى الآخرين واشغلني بنفسي أو اللهم اشغلني بنفسي ولا تشغلني بغيري وفكرة أنه يشغلني بنفسي ليست بمعنى الإشغال بالنفس أنه أنا مشغولة بنفسي أدلعها وإنما أزكيها هذا الإنشغال بالنفس تزكيتها وليس تدليعها وليس لواحدة تقول أنا أحب نفسي طيب واش تسوي عشان تحب نفسي تقول أشتري أحلى الملابس يا أخي حب نفسك يا جماعة ترى حب النفس ما كذاك وعندما أحب نفسي إن زي مو تسوي يوم تحب نفسي قالت لش أنا ما أخذ أي حاجة لأني أحب نفسي وسائرة واقعة في ديون ومخبصة وقات في النهاية قالت ويش خبصونا ذلك قالوا أن أحب نفسك حب نفسك عش أنت ما أعرفت مو يعني أحب نفسك وحب نفسي يعني أزكيها يعني دايما أختار لها ما له الأصلح لها إذا كان ذاك اللبس الأصلح لها خضيه ماشي إشكالية لكن ما يكون هو ذا تفكيرش المادي فقط يعني تصلح حتشتري لها الأشياء المادية ولكن من داخل خراب أين أحب النفس إذن حب نفسي إنه أنا أقعلها تعيش السلام لو أنا أحب نفسي أعيش في سلام لذلك أي وحدة أي وحدة أنا أقول أقول حال وحدة أي وحدة تعيش الآن في صراع أقولها ترش ما تحب نفسك ويحب نفسه يسامح ويحب نفسه لا يعيش صراعا عرفته الآن من لا يسامح لا يحب نفسه باختصار ما عليه كلمة يعني ما عرفني أنا مالني دي الأيام شوية كذا ها أنزل قنابل أنزل قنابل لكن اللي أصلا اللي أصلا لا يسامح هو في واقع الأمر لا يحب نفسه ليش لأنه اللي يحب نفسه مستحيل يخليها إيش تعيش قلق تو أنا أحب نفسي معقولة 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 أنا أحب نفسي ويحب تقول أنا أحب نفسي طيب ليش معذبتنها نفسش ليش معايشتنها دايما في قلق ليش أنت دايما في صراعات المحنات أنت في عندش مشكلة آه تسامح وهم وراش 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 لأنش أنت مشغولا هم وراش وراش أنت مشغولة فيهم في واقع الأمر أنت مسامحتنهم أنت ما مسامحتنهم والدليل أنه عقلك مشغول فلو سامحتي والله لأبعدهم لأنه إيش الله تعالى قال حال النبي وهقرهم ها وهقرهم هقرا جميلا هي ما لازم تروح تقولي لفلان أنا مسامحتنك أنت أذيتني أنا مسامحتنك لا طبعا تقولي لفلان أنا مسامحتنك ما يلو معنى عشان ويش هذك فلان يقول لي إيه وحليلها طيبة مسكينة تعال أذيها زيادة المسامحة والسلام هذا من الداخل بينش وبين نفسش سارت تصوي إعلان تخبري فلان أن أنا مسامحتنك حال مو تسامحي عن ماذا تسامحي مثلا إذا أنت عندش يعني فلان عنده مبلغ حالش مبلغ عنده مبلغ حالش وتقولي لفلان خلاص أنا مسامحتنك منهم هذا كي شيء ثاني تخبريه لكن أنت مثلا بينش وبينه مشكلة إن زين هو أذاش تروح تتصويبه أقول لك يا فلان يلي ظلمتني أنا مسامحتنك يقول ذي مجنونة من هو اللي ما يريد السلام المهم أنا أنا ما علي من الآخرين دائما أقولك يا حبيبات أهم شيء أن نصلحه هجرا جميلا يعني بمعنى إنه ما أعطيهم ذلك الاهتمام ولا أعطيهم ذلك الوقت ولا ذلك القهد من تفكيري ومن وقتي ما أعطيهم ما أجلس أقلب أفعالهم في رأسي هذا معناته أهجرهم هجرا جميلا ما أجلس أراجع اللي يسويون لأنه إحنا إيش مشكلتنا مو نسوي إحنا مشكلتنا الله تعالى يقولنا في القرآن فهلم المتذكر هذا حل القرآن عشان يفيدش لكن إحنا هلم المتذكر لماذا؟ للمشاكل للي أذانا كل يوم نقلس نفكر أنا لو ما فلان سوا بي كذا وكذا 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 وأنا لو فلان ولو تقول إيش ماذا؟ أيوة لأنك تلومين نفسك نعم تلومين نفسك لكن شوفي بقول إيش إيها نرجع السين وراء وقال الله يسامح بل أنت بل ما سامحتم ما سامحتم مدام تعيد بس بقاوب على سؤال أم عبد الرحمن تقول إنه أنا عندي مشكلة واقد أقلد نفسي واقد أقلد نفسي عشان بس أخبركم بعض الأشياء التي تحدث في النفس ليش أنا لما ليش أعيش هذا الشيء؟ عادة عادة عندما نتضايق من الوقت نحن عندنا حاجة يسميها عقدة المثالية إيش يعني عقدة المثالية؟ يعني إحنا عندنا في داخلنا تربينا على إنه لازم تنقز لازم تعمل ولذلك إذا قصرنا في الوقت وما عملنا شيء مثالي ما له عشنا في صراع فيحتاج إنه ما له نقلل شوية فدائما عادة اللي عنده صراع من إنه ما ينقز ودائما يقول أنا ما أنقزت وأنا ما سويت وأنا الوقت ما مكفني وأنا 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 هذا اللي يقول هذا إيش؟ هذا يحتاج إنه شوية يقلل مستوى المثالية ليش؟ لأنه عنده مشكلة في الداخل عادة تكون قديمة اللي هي مثل إيش؟ إنه أنت ما حققت شيء وإنه شوف أقرانك مثلا مثلا أو إنه مثلا شاف إنه الناس تحقق إنقازات وهو بعده ما أنقز فقال سقارا نفسه بالآخرين فهذا اللي يعيش هذا الصراعات عادة تكون قديمة اللي يكون يعني يعاتب نفسه واجد ويلوم نفسه كثيرا هذا ما له عايش شيء قديم ومأثر عليه فعايش الصراع يحتاج إنه هو يصلح ما أثر عليه قديما ويتصالح معه بمعنى إنه يعتبر خلاص أمره صار ويبدأ يصلح ما في داخله ويتسامح يكفي إنه أنا مثلا اليوم صحيح صحيح أنا مثلا اليوم كان يفترض أخلص قزئية معينة لكن الحمد لله خلصت نصها خمسين في المئة نعمة كان ممكن ويش إنه أنا ما أنقز شيء البر فلما أبدأ أنظر للإنجاز بدل ما أنظر للنقص اللي أنا قصت فيه أيوة يبدأ تتعدل شوية نظرتتي فدائما خفي فيها نفسك دائما حدي في نفسك إنه ما في بس إن شاء الله ما صاير شيء ما طاير حاقة ما حاقة طير ما يعني أنا بذلت قهدي والله تعالى شايف إنه أنا بذلت قهدي خلاص انتهى الأمر وهذا كما يقال رزق اليوم هذا قهدي اليوم خلاص لا يكلف الله نفسا لا وسعاه المشكلة نحن اللي ما عايشين فيه سلام إحنا ما عايشين فيه سلام ليش لأنه إحنا نحمل نفسنا في وقتاقتها ولذلك أنا لا نعيش السلام ونشوف الآن كيف التخلق بإسم الله السلام راح نشوف كيف إحنا نتخلق حتى الله تعالى ينزل علينا السلام ترى يا حبيبتي نحن نستحق السلام متى إذا عملنا بمعاني إسم الله السلام بالمعاني وعشناها وعشناها وتأملنا وأنا قلت لك يا حبيبتي يا عمر أنت تبغي تعرفي معنى الإسم دائما ابحث عن تقلياته تقلياته في ماذا في حياتش تقليات ذلك الإسم وأنا لم أعطيش أمثلة عشان أنت بعدين تبدي تبحثي نوبة لأنه مستحيل أحصر لن نحصر معاني الإسم لن نحصر وللعلم قد يعطيك الله معنى أنا ما أذكره لكن الله تعالى ما لو يؤلمك إياه ألا ألم يقول يعني أنه أنه هناك أسماء الله تعالى يعلمها لعباده ناس معينين يعني أنا مثلا أعطيتش معنى معنايا ثلاثة عن هذا الإسم لكن الله تعالى يدلك عليه في شيء ثاني فتعرفي أنه هذاك معنى آخر الله تعالى دلك عليه ألمك إياه ما من قوتش فأعلمي أنه ما أعطيش أنا واحد اثمين ثلاثة ما أعطيش كل شيء مستحيل ما قلسين نخلص شوف إحنا ساعتين وبعدنا ما نخلص ونقل الساعتين وزيادة وأحيانا ما نخلص فهي الفكرة أن الإنسان أيضا يكفي أن يعرف المعنى العام ليش أقول المعاني الشاملة لأن هناك معاني خصوصية ما أستطيع إني أنا أقولها ما ما بخلص كل إنسان يفهمها ولذلك بعض الأحداث تحدث حتى الله تعالى يوصلك إلى السلام يعني في مثلا ناس تكون عايشة علاقات سامة في الأصل وتتعذب تتعذب تتعذب والله تعالى يريدها ما له إنها تتخذ قرار إنه تعد عن هذه العلاقة السامة فبعدين تقول سبحان الله سبحان الله بديت أحس بالسلام أول ما بتعد عني هذا الإنسان بديت ارتاح فأي علاقة لا توصلك إلى الاستقرار عرف أنه فيها مشكلة طيب تعالوا نشوف إيش المشكلة في شيء معين الناس ما كثير فاهمت اللي هو شعور السلام وشعور البلادة وشعور الصراع نعم حتى لو كانت العلاقة قريبة ترى حتى العلاقة القريبة يا أحبتي يجب أن تكون علاقة إحسان ها لا هجران لماذا أنه أنا أسوي اللي علي فقط حتى أنا أكون مرتاحة ولا أطالب الآخرين يعني إذا أنا مثلا الآخرين يؤذونني لا أطالب الآخرين بالإحسان لا أطالبهم وأعمل أنا ما علي من إحسان فقط ولاش وأقول أن هذا الأمر بيني وبين الله يعني أنا أحسن لوالدي اللي هم أصلا يؤذونني لأن هذا الأمر بيني وبين الله ما أطالبهم هما أنهم يحسنوني ما أطالب ولا أتذمر إذن ماذا أفعل ما عليه تعرفوا في واجد يعني مقطع كذا عن واحد من مشايخ الكويت واجد أحب أسمع له ما أتذكر اسمه ما أدري عثمان خميس ما أعرف شي فيها خميس ما قادر أتذكر زين لكن واحد يسأله يقول له يا شيخ أمنا سبنا وتأذينا وتفعل كذا وكذا خميس عثمان نعم وتفعل كذا وكذا وكذا يعني معذبتهم تعذيب ودائما حاطت لهم أنتوا ما فيكم خير أنزين فيقول كيف تعامل معه شوفوا واجد قينا مثل هذه الشكاوي قال له هذه خذها يعني خذها على قدر كلامها يعني ما ما تصير أنت إذا قالت لك ما فيك خير قل صح معاش حق أنا ما فيه خير دعيي لي بالهداية يعني خذ الأمر لا هذه الأم لا تقلس أنت تدقق على كل كلمة أمي تدعي علي خميس عثمان أو عثمان خميس ما ما ذكر حقيقة الإسم بس مر علي مقطع من مقاطعه الجميلة وفعلا وفعلا عاد ما أعرف شيخ عثمان الخميس ولا خميس عثمان عاد انتلمهم عارفات إنه ربي بارك فيه الفكرة هي أنه أنه يا حبيبتي لا تتعامل مع القربة إلا بالإحسان قدر ما تستطيعي إلا في معصية ماذا قال لقمان لإبنه وصاحبهما في الدنيا ما له معروفة وإن جاهدك يعني لما يقل موضوع موضوع معصية لا ستوب نوقف عندها حتى نعيش السلام أصلا لأنه إذا سويت شيء في معصية عارفة إيش ما راح تعيشي فيه سلام عشان ترضي فلان لن تعيشي فيه سلام ولماذا تخبرين حبيبتي يعني أنا ما أعرف هو سؤال كيف تتصالحي تعفو مو يعني تتصالحي تعرفوا إيش يعني تصالح بالضبط أكيد طبعا هشاشة الباطن تولد الضعف تعرفوا إيش يعني تصالح ومصالحة ومسامحة هل نعرف ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني أعيد مرة ثانية لأن الناس ما قادرة تفهم مو يعني مسامحة المسامحة يا حبيبتي يعني أنني أوقف التفكير في أولئك الذين أذوني فقط هذه معناتها المسامحة أنه أنا ما أشغل نفسي أما مسألتها لأخبرهم وما أخبرهم هذه حاجات يعني ما كثير ما كثير فارقة وما كثير ضرورية المهم أنه أنا أنا بيني وبين نفسي أتوقف فما واحدة تقول أنا نسامحة لكن بعدها تفكر فيه يعني فكرة أني شنتي قيش في الحلم معناته أنت مشغول فيه أي شيء يقيش معناته مشغول ترى إحنا يا أصلا ما الذي يحدث لنا في الأحلام ما ينشغل به عقلي معناته بعدش ما مسامحة له كلمة مسامحة يعني أنني لا أفكر بذلك الإنسان وحتى يقي بعد فترة كذا لما يذكر عليه فلا نقول الله يهديه إذن أنت ما تحب نفسش من يشتغل من ينشغل وما قادر إذن معناه ترجع له تو بنشوف حبيبتي الأمل تو بنشوف الكلمة للجملة اللي انتقلتيها بنشوف الآن في القادم بس خلونا يعني هي تريدك أن ترين الإحسان انظري إلى الجانب الإيجابي يعني في النهاية في ناس مثلا تقول مثلا أنا غضبانة من أمي لأن أمي مثلا تسمعنا كذا 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 طيب انت ما فكرت في أمش اللي رعدتش وانت صغيرة كانت تطعمك وهذه الأشياء هي الفكرة أنه دائما انظري إلى الإحسان يعني شوفي الجانب الجميل مثل ما يقوله خلي الأشياء هذهك تحت هذا رح يساعدش أني شنتي تسامحي اذكري الخير ماذا يقول الله تعالى بعد آية الطلاق مو قال شوفوا بعد آية الطلاق يعني في بعض نزع في مشكلة في خصام مو يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني الذكر الخير ليش حتى ما يكون في حقد وما تعيش في قلق اذكر الأشياء الحلوة اذكر الأشياء الحلوة دائما اذكروا الأشياء الحلوة اذكروا الخير ما معقولة يعني ما نكون لذي الدرجة بس يعني مثل إنسان طول عمره زين معانا بس سوا 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 موقف وما أذكر منه لذاك الموقف هذا قحود صانوب احنو لازم نكون نفس الشيء عادلين حتى في الحكم على الآخرين كيف نعيش في سلام وإحنو لا نذكر منهم إلا الشر مثل بعض الأحرين زوجها طول عمره زين معاها بس سوا معاها موقف واحد قالت عمره ما كرمني عمره هذه مصيبة هذا شيء يعني عقيب طيب هناك فرق بين حالة السلام وحالة البلادة وحالة الصراع ثلاثة حالات حالة السلام هي حالة الاتزان لا إفراط ولا تفريط في المشاعر يحزن لكنه لا يبالغ في الحزن يفرح لا يبالغ في الفرح ولذلك الإنسان يجب أن يعيش في هذه الطريقة في التزان يعيش حالة من الرضا حتى يعيش السلام ولذلك دائما يقول لش يقاتلون هذا الرضا اللي يحصل على الرضا هذا يقاتلوه بالسيوف لأنه هذا شعور مرخيص هذا شعور غالي إنه الإنسان يوصل إلى مرحلة الرضا ما شقيان يعني ما ما شاغل نفسه بأشياء ما بيده الإمام الشافعي أو أحد الأئمة سألوه قالوا له إنه معرف الخبز صار قال وما علي أمرني يعبدني أمرني أن يعبدني أعبده ووعدني أنه يرزقني فسيرزقني خلاص ليش أنا أشغل نفسي يعني هذا الرزق ما بيده أنا أنا علي إنه أنا أعبد يعني علي إنه أنا أعمل بس أما النتيجة هذه ما علي أنا حمو يعني أنا واقض شاق عمري يعني إذا شيء ما بيده أسير أنا أقول حل الحكومة مثل الحكومة قالت لي إنه هذا أسار الغارة بالحكومة أنا حاجة ما بيده فليش عايشة في صراع الناس تعيش في صراع يوميا وهذا كذا وهذا عليه أن كذا طيب أنت أنت الأول أنت أول شعيش في سكينة عيش في سلام ودائما عايشين في صراع نبه هذا ينفذ لنا ونبه هذا الحاجة اللي يسوي لنا عيونيش الحلوة حبيبتي عشان تعيشوا في سلام سويت لكم القو عشان تعيشوا في سلام أشجار وخضرة وحاجات كده تحس إنش أنت قاسة في مكان يعينوك على السلام يعني حتى أفكر فيك نشوف تيكير ما سوي لكم أي حاجة نسارة طيب هناك تطرف في الشعور تطرف في الشعور يعني ويش يعني تفكير بزيادة وحده قالوا لها كلمة عاديك الكلمة مالها متسوي ليل ونهار تعيد وتزيد فيها يبقى الحلال بس خلاص زين خلاص يمكن ما يقصد فلان اللي مو يقصدوا تو هم قالوا للكلمة مو يقصدوا عاقب بيكون كده قصدهم وتبدي تعطي تفسيرات وتحليلات ويبدي المحقق كونان يشتغل وخلاف عاد استلميها عاد استلميها مو يحدث الله المستعان وخلاف تقول لش أنا ما كنت أنا ما كنت كده كتوست وعندي وسواس توعات استوه وسواس وسواس من ذاك التقليب وتقلبي إلى ما تحمرت وتفحمت الأفكار داخل العقل وتقول لش هرب وتفحمت الأفكار استويت سودة من كثر ما تقلبيها في ناري ذلك الشعور متخيلة أنت الفكرة متسويبة خلي تقلبها كما تقلب المضبئ وتألف وطبعا بليس يقولها أيوة أيوة صح صح وبليس يساعد مننا والنفس تساعد مننا ويألف ويسوي مؤلفين وخلاف ما لها تقول عاد كل المسلسلات تتقي ما بس مسلسل مكسيكي كل المسلسلات تستوي لماذا لأنها بدأت تقلب هي فعلوكي هو الذي ولذلك تعيش القوم ولذلك الإنسان الحمد لله حبيبتي أم أبيت الحمد لله الحمد لله هذا فضل من الله تعالى أيوة فأنتي لما تقيش فكرة وأوحد يقول لش كلمة دائما تعوذي تعوذي من الشيطان دائما قولي أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم لماذا هذه الكلمة لماذا هذه وسوى استراها أفكار أول ما ليش الله تعالى قال قل أعوذ لرب الناس ليش الله تعالى يعلمنا هذه سورتين ليش هذه السورتين ليش هذه السورتين ولذلك اللي باقي على فكرة عشان كذا نقول لكم من يتدبر القرآن يعرف يعرف ليش يقراه ليش يعرف يسوي هذا الأمر لماذا يفعل ذلك يعرف كل آية مو معناتها لأنه ما يش يصير يفهم نفسه ولذلك إن شاء الله التدبر القادم أول شيء ندرس أنفسنا خصائصها وبعدين نبدأ عادة أشوف أنا أي خاصية عندي إيش الأشياء اللي طاهرة عندي بتبدي تعرف عمرش وبعدين بتعرف الآيات بتعرف الآيات المناسبة وبعدين بتعرف معنى الآيات وبتطبقيها وشوفي بعدين يصير لش الحاجة ذيك ولا ما تصير لش هذه الآلية اللي بنشتغل عليها إن شاء الله في قلسات التدبر القادمة اللي بنبدأ يوم السبت القادم بترتاح ولذلك نقولكم إياها إن قلسة التدبر هذه المرة مختلفة تماما لأن هذه المرة هنبدأ بفهم النفس قبل عن قبل عن الأشياء الثانية فإذا فهمت نفسك بإذن الله تعالى بتفهم تعالى عمرش بإذن الله طيب هناك فرق بين حالة السلام وحالة البلادة والصراع حالة الصراع يعني إنه أنا أعيش أعيش ما له دائما أعيش في مشاكل ودائما أقلب كما قلت لكم كما وحدة تقلب قلب المضبي بالضبط وطبعا المضبي لذيذ لكن المشكلة إنه الأفكار يوم تتقلب ما تصير لذيذة تصير متعبة يعني ما في وقه تشابه بس أنا أتكلم عن التقليم إلا إذا احترق المضبي عن ما غاوي ولذلك في ناس تعيد وتزيد في الأفكار تعيد وتزيد في الأفكار ما تعيد وتزيد توقفي لذلك إذا قاتك فكرة ما لها أيوة إذا قاتك فكرة ما لها هذه دورة حبيبتي النجم الساطع هذه دورة إذا أحببت أن تشتركي فيها أعتقد حتى كان أرسل الإعلان لمن أحب طيب نستعيذ من الشيطان وأول ما تستعيذ حتى لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالنا يوم نشوف حلم مفزع ماذا نفعل أيوة ننفذ وماذا نفعل أيضا نتعوذ ويش من الشيطان ليش في ناس أول ما يقوم حلم تقول لش وحلمت كذا ومفزع ويتكرر للحلم لأنش أنت شاغلة نفسش فيه شاغلة نفسش فيه تقلي به فلذلك يصبح واقع قزاكم الله خير طيب الآن نشوف القزئية الثانية عاد القزئية الثانية هذه هي هذه اللي بتغم هذا لا يغموش اللي هما البلادة اللي عندهم ماشي إحساس البر بليدين مو يعني بليدين يعني فلان ما عادي كلنا نموت مشاء الله هي يعني موت وانا قلت كلمة كذب لا ما قلت كذب لكن على الأقل يعني التعذ من الموت الواحد يوم يذكر الموت يسأل نفسه هل أنا جاهز ولا ما جاهز وانت تقول عادي انتو ما مؤمنين انتو ما مؤمنين اش علاقة يعني انت تريد تقول انه النبي ما مؤمن لما حزن على ابنه اش هذا الكلام ويتفلسف عليك يقول لك أنا ثابت وقوي انت ما عندك احساس طال عمرك انت ما عندك احساس بلادة لدرجة انه مثلا حتى لدرجة انه لدرجة مثلا انسان يعذب قدامه يعذب قدامه يدوا يستاهل انت يوقعش ذاك التعذيب قال يعذبه صح هو مذنب لكن انت قلبي يوقعش يقول يا الله يوقعني قلبي انه هذا قال سين يعذبه صح مقرم لكن الانسان الانسان اللي ما يحب يؤذي واللي عنده مشاعر هذك يقول دوا يستاهل دوا ادب يوزين اين بشريتك اين انسانيتك ما غلط دوا يستاهل لا حول ولا قوة الله بالله هذي الدرجة لدرجة انهم يشوفوا اشياء تقطع هذا فيه ناس كده تشوف اللي افلام ويقطع الروس عادي مستمتعين ما تحس بشي مو صلى فيلم تمثيل اوين تمثيل انا لو اخبركم حياني كيف يضحك علي يضحك علي يعني ضحك لانه انا يعني من النوع اللي ايوى الدموع اربع اربع بالضبط يقول هذا تمثيل ما يعني سبحان الله را بشر معقول يعني ما نحس فيه ناس كده بلادة بلادة يعني ماشي شعور ماشي شعور يقول انا مؤمن احنو سالي حد ما صحي حتى سالي من شاف سالي كلنا شايفين سالي حد ما صاح الكبير والصغير الى التو يوم نشوف انصيح من الاشياء الجميلة يعني فالاصل الانسان يشعر فلذلك المشكلة المشكلة ما في هذا ما اللي عنده تطرف لانه اللي عنده تطرف نقول لقلل المشكلة اللي ما عنده شعور هذا المصيبة اللي ما عنده شعور هنا المصيبة ولذلك انتبهوا هناك اناس من كثر ما مات فيهم الشعور يفعلون اشياء اعوذ بالله يظلم ممكن يظلم يظلم وممكن ماله يقور وممكن يعني بل انه ماله دائما يسقط انه الاخرين هم اللي ظلم هو ظلم وهذه لهم فئة النرقسيين هذا له العياد بالله من هذه الفئة من هذه الفئة هذه خطيرة وفي ناس واقع تتعيش مع ناس نرقسيين كان الله في عونهم كان الله في عونهم لان النرقسية هذه علاقهم شوفوا اول شي مسألة النرقسي النرقسي اذا قبل لنفسه انه يتعالق بيتعالق يعني طبعا بصعوبة علاقه نرقسي صعب يعني كما يقول لش كأن شويش يعني انسان ميت وتريد تحييه كيف لن لن تحييه إلا إذا أحياه الله ماش إحساس ماش مشاعر يؤذي برود ما كان شي خاطف عليه تحييه أنك تصوريه النرقسية التي بها مال متزوئ من كثر ما هي النرقسية وظالمة تروح تقتل أطفالها لأن زوجها مثلا تطلقها أو زوجها تزوّق عليها هذه مصيبة أيوة تنتقم من الأطفال وهذه عندها مشكلة هذه عندها مشكلة دائما تسقط مشكلتها مع الأطفال تروح تطيحها في الأطفال تقول عشان أحرق قلبه طيب أطفالش ما همها فهذه يسمها النرقسية نرقسية يعني يحب نفسه يبقى كل شي حاله ويبقى كل حاجة تحت يده بالضبط نعم فهذا معناته ما عايش فيه سلام بالضبط نعم النرقسي هذا يفعل يسقط الاتهامات على الآخرين ويخلي يفقد الثقة في نفسهم يعني النرقسي ماذا يفعل يهز ثقة النفس يعني الثانين يهز لهم يعني ثقتهم في نفسهم ويحسسهم أنهم ما منهم فائدة وهو اللي محت كما هذا هو النرقسي ويأذي شوي يأذي مشاعره ويخلي الشخصية مهزوزة وأيضا ممكن يكون بالكلام هو يضرب هذا وصل على مرحلة الله المستعان وهذا أصلا كان عايش عنده مشاكل نفسية أيوة أيوة هذه نرقسية نعم هذا نرقسي ولكنها درقات طبعا لكنها درقات على العموم أن الإنسان لا يجب أن يكون بين هؤلاء الحساسين العاطفيين بزيادة ها اللي هم أغلبهم لحريم ها حريم انتبهن ما تكون نواقج بزيادة ولا تكون هذا شيء تاني حبيباتي نرقسي قلتنا بعض الأشياء قلت الحن حاجة ما تخل لنا نخرج عن الموضوع الله بارك فيك ما نخلص ما نخلص أن نتخل في متاهات خللنا في اسم الله السلام لا بد أن نتزن حزنت لا أبالغ في الحزن فرحت لا أبالغ في الفرح أعطي كل ذي حق حقه فقط يعني واحدة مثلا تسأل زوجها ها كيف لبسي قالها جميل مو تسوي هي مو تسوي بس جميل بس جميل مو بهاي بعدش يعني ما مثلا أنه أنا محلتنه ما مثلا أنا محلو زيب بنت الحلال قالش جميل ونتي سألتي عن اللبس والإنسان رد عليش قالش جميل هذيك لغته في العبارة هذا التعبير لا هي مو تسوي لا قال لي بس جميل شوف كيف يعني ما عاقب انك يعني فهي واش حطة حطة توقعات لأنه هي عاطفية بزيادة فحطة توقعات ولأنه هي حساسة بزيادة حطة ثقف تقول الرجال مدحش بنت الحلال وقالش جميل قالت يعني أنا ما حلوة يعني اللبس جميلة كان أنا زي صحي سألتنا عن اللبس أيوة فهي هذه المشكلة أنه لما يكون عندش فائض ها تتوقع الناس الثانية عندها فائض وتروح تقع في مشاكل وتبدي تقلبي مثلا الإنسان نسى يسأل عنها نسى يسأل عنها ذيك اليوم ها هذا أكيد شيء شاغل نوع طيب يمكن شاغل إنه شيء مجغول موضوع لا هذه واحدة شاغلت نو هذه هي مشكلتنا في طريقة التعامل ياخي شاغل وقفي وقفي إبليس وقفي أول ما تقش فكرة قل إبليس باي باي انت هتلعب على من كذا كلمي نفسش لكن اللي تقلس مستلمة هي وابليس قهوة وقالسين متقهويين على سحة وقهوة مويستوي رامسين هي ويا هي وابليس أيوة شو شو خليك بعيد بالضبط سامحنا ما يلك ما بيني وبين قهاوي شو شو على قولة أمي كان دايما تقول ما بيننا وبينكم حاجة ما بيننا وبينكم بوحال خضو بوحال غيركم دعيو شوفوا هذه على فكرة هذه الجملة ترى لها معنى لها معنى لو أنت تعرفي بمعنى أنه أنا ما باصة هي هذه الأسف حنو نحس بها باصة لكن هي لها معنى ترى هي لها معنى أنه الشيطان ما أترك له مجال يدخل في عقلي ولا يدخل في قلستي ولا يتحكم فيني ولا يتحكم في تفكيري لكن احنو مو نقول ونقول صال ليل حال حد ونهار حال حد ونبدأ عاد ندخل في أشياء لكنه هي أصل ونفكر فيها الفكرة هي أنه إحنا نبتعد ونبعد أنفسنا وما نسمعه وما نقلس نكرر الفكرة حتى نعيش في سلام الله تعالى يريد لك السلام حبيبي الله تعالى يريد لك السلام فساعدي وأعيني نفسك على السلام ومن يعيش السلام ما له يعيشه في اتزان وفي تصالح وفي إنجاز اللي دايما عايش في السلام تلقيه ينقز ينقز ويعطي ترى يا حبيباتي لا يكفي أن تعرف المعنى للإسم يعني لو تلاحظا نحن نحاول دايما نجيب الأشياء المرتبطة في حياتنا ونشرحها عشان الإسم فعلا يكون له معنى حقيقي في حياتك لو أنت عرفت أنه الله السلام معناته كذا 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 وبعدين وبعدين ما أكثر المعاني موجودة موجودة المعاني وتحصليها وفي كانت مجموعة طالبة مني الكتب والمراجع واجد مراجع وإن شاء الله أنا قائد لكم بعطيكم إن شاء الله المراجع وحتى أنه بإذن الله تعالى سأرسل بعضها بعضها موجود إلكتروني وسأرسلها لكم بحط كذا مثل الروابط للتحميل هذا كليه لله حبيبتي أي واحد أي واحد كتب ورقية عاد في المكتبات عاد في المكتبات لكننا نحاول بقدر الإمكان لأنه أحيانا في ناس ما يتمكنوا أنهم حصلوا هذه الكتب وما يقدروا مثلا أو أحيانا ما تكون النسخ الورقية متوفرة نعم تفسير الأمور بطريقة إيجابية نعم من طرق إن الإنسان يحب نفسه يحب ذاته يحب ذاته في ناس تحب الإلكتروني وفي ناس تحب الورقي ما هي الفكرة كذا حبيبتي ترى هذا موجود وهذا موجود ونعمة الله فيها وفرة خضي ما يستسهل لك وما يسهل عليك خضي مدام فيه كتب مباحة ومن مكان وموجودة بإمكان اشتخذ عليها طبعا ما سريقة أفضل دعاء بإسم الله السلام اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت مياذ الجلال والإكرام هذا أفضل الأدعية بإسم الله السلام يعني أو تقولي سلاما قولا من رب رحيم واحدة من هذا الذكرين ما لها تدخل السلام في قلبك أو تقولي سلام عليكم طبتم أو طبنا وطبتم إلى آخر فإسم الله اسم الله السلام يا حبيبتي الأصل لا ما فقط تعرف المعنى اعرف كيف يتقلى في حياتش وكيف أنت تظهري في حياتش كيف أيضا تظهريه ولذلك بتلاحظوا أننا أول شاء نجيبلك المعاني وبعدين نجيبلك أمثلة في حياتنا وبعدين نقول لش كيف تتخلقي فيه عشان يكون للإسم معنا فعلا يظهر ترى اسمها سلسلة التخلق وليست سلسلة الأسماء فقط نعم حبيبتي الأمل ممكن دعاء جميل اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت يا هذا الجلال والإكرام رائع رائع طبعا ما في كلام لاحظوا أنه دائما الناس اللي تعيش اللي تعيش تطرف في الشعور دائما عندهم ضعف عندهم وهن عندهم خضوع عندهم تنازل لاحظي أن الإنسان الحساس دائما يتنازل وكثير هناك من النساء ونقول بالذات النساء لأن النساء أكثرهم حساسات أكثرهم نادر ما نحصل إمرأة نرقسية قليل فتجدها مالها تتنازل تقول لش عشان أولادي عشان معرف ويش عشان أنا ماريد صداع أيوة ولكن في واقع الأمر هي ما مرتاحة في واقع الأمر هي ما مرتاحة لابد أن يكون التنازل عن وعي كل تنازل شوفوا عشان أقولكم إياها أيوة كل تنازل نريد فيه وجه الله هو خير لكن كل تنازل نريد فيه فقط أن نبتعد عن الآخرين ومشاكلهم هذه معناتها أنت وقعة في مشكلة كل تنازل تريدين فيه الله هو خير يعني لازم تكوني واعية ومتتنازلي تكوني فاهمة ليش أنت متنازلة ليش؟ لأنه إذا العقل فاهم خلاص ما يبدي لو مش لكن لما تكوني بتنازلة عشان فلان ما يزعل مني عشان فلان ما يتركني عشان فلان ما أفقده عرفينية ما بتعيش فيه سلام لن تعيش فيه سلام بتعيش دا ما فيه مشاكل وتحس نفسي شما مرتاحة ودايما تسأل نفسي شذا السؤال تو أنا ما مقلسني تو أنا ما مصبرني والله مصبريني ذا الصغيرين لا حبيبتي ما مصبريني Scotты مصبريني شها فلان عندما يكون الأمر أن أنا متنازلة لأجل الله واحد تقول لي كيف يعني لأجل الله؟ هتسألني كيف التنازل لأجل الله؟ أنه هي مالها تتنازل على مثلاً أنه مزاقية زوجها تصبر حتى ماله حتى يصلحه الله ها امتثالاً لأمر الله أن أنا أصبر أن الله مع الصابرين أصبر فتصبر وهي تستحضر في نفسها أن هذا الأمر صبراً لعل الله تعالى يهديه لعله في يوم يهدى هذا هو التنازل يعني عشان العلاقة تستمر حتى هذا المبنى أو هذا البيت يستمر تكون واعية لكن إذا كانت تتنازل ها عن يتركني عن يطلقني عن هنا روح هنا توجه هنا تقبل هذا اللي تقول كذاك أعرف أن هي قال ستتنازل تنازل يؤذيها يؤذيها انقطع الصوت هذا الصوت موجود الصوت موجود طيب يؤذيها ان شاء الله الله أكبر شوفوا بالنسبة أول شي لازم تعرفي أنا قلت لكم دائماً الإنسان الإنسان إحنا لما نصبر أي ونصبر عشان هؤلاء اللي هما تحت مسؤوليتي هذا اللي تهم تحت مسؤوليتي هذه نعم لكن في ناس أحياناً تخدع نفسها كيف يعني تخدع نفسها يعني تقول لش عشان الأولاد تقول لش أنا صابرة عشان الأولاد لكن في واقع الأمر هي ما الأولاد هم منها يعني ما تقيد صارحيها صراحة هل فعلاً أنت عشان الأولاد ولا عشان عشان شي ثاني هنا لازم تتسائل هنا لازم تعرف ساعتها بتعرف أنه عندها مشكلة فلازم يتضح الأمر ودائماً دائماً الإنسان لو فقط فقط وفي أنفسكم أفلا تبصرون شوفوا هذه الآية الجميلة هذه الآية ما معناتها بس تشوفي تشوفي خلقة الله تعالى وقماله وقمال خلقه لا وإنما ماذا حتى ترين نفسك وما يعتريها وتفهمينها تتفكر فيها وبعدين إذا عرفتها عرفت كيف أقودها يعني مثل واحد يقول لش نعطيش كتاب أنت عندش الصفات كذا وكذا 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 وبعدين خلاص لما أكون عارفة نفسي أعرف ما يزعقني وما يفرحني اللي يزعقني أتركه واللي يفرحني أسويه هذا هو حب الذات هذا هو حب الذات ما أحب الذات إنه أنا سير أشتري الغالي عشانا ما أشتري إلا من الماركة ما أدري مسمى شانيل ولا إيش ما أشتري إلا مسمى ذكا أنا حتى مرة واحدة في ماركات كذا غريبة وصغاري عرفوهن تو حتى الصغاري عرفوها هذه الماركات يا أيها الذين آمنوا شوفوا ديور معرفة المهم هي هذه الماركات بيكون حتى نطقناها غلط تعاد شي يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يعني الله تعالى يدعوك يدعوك دخلوا في السلم خل عنكم أنت ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله ما قلت إنش تؤمني بالله تعالى إنزين يقول لي ادخلي في السلم كافة وبعدين ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان مو هي خطوات الشيطان إنه أنا أقلب الأفكار واقد إنه أنا أتكسس إنه أنا أسيء الظن إنه أنا أغتاب إنه أنا كذا وكذا هذه كلها خطوات الشيطان إنه أنا أمشي في الطريق الغلط باقي أتعيشي في سلام اتبعي أمام الله وبتعيشي في سلام شوفي هل اللي أنتي قال ستسويه في نفسش يرضي الله إنه أنا قال سأعصر في نفس عصر ومحمل نفسي فوق طاقته هل يرضي الله هذا الشيء والله لن يرضيه ولذلك إذا كان لا يرضيه ما رح يرضيش شوفي كيف شوفي لأي درجة ما لا يرضي الله لا يرضيكي يعني الله تعالى خلقك بفطرة هو ما يقبل عليه الشقاء وانتي قابلتني حال نفسش حمو تقول إن الله تعالى هو اللي شاقلنش داش وحدش راضي تبوح حال نفسش أنت التي تعيشين في حالة عدم سلام أنت اللي عايش في حالة عدم سلام يا حبيبتي ما حد غيرش ما حد ضربش على إيدش أنت الأذكار اللي قال ستقي بيها والدوري وتنبشي في كذاك ناس في ناس وقول لش في ناس كذاك تحب النكد وإذا يوم ما في نكد قل غريبة شي ما طبيعي اليوم أولادها هادين وابوي ما لهم أولادي ما طبيعيين بتل حلال الله راح منيش قاتل لا ما طبيعيين أولادي فيهم شي بس خلاص متعودة على النكد تريد نكد لهذه الدرجة لدرجة إنه مثلا ما حد يكون أوه فلان هادي ما شاء الله غريبة غريبة قولي الحمد لله الذي هداك قولي الحمد لله الذي هداك الحمد لله الذي هداكم ما شاء الله عليكم كذاك ما تقولي بسم الله مقاينكم اليوم أيوة وما يهجيهم وأول ما يبدأ أيوة تو أنت صح فلان اللي نعرفك بسم الله الرحمن الرحيم يعني الله بغا يهديه أنتوا ما أعقبكم عشان أقولكم إنه وحده وحده ترى الإنسان وحده يتبال عصب عمره وما يرتاحوا إلا وينكدوا عليه ما تقولش صحة وارتحت فيه ناس كده كتحب النكد كاك يقوله لحريم دائما يحب النكد يا حريم عند خلو ذي الفكرة تنتشر ما صحيح الإنسان لا يعيش سلاما لأن ظاهره لا يتوافق مع باطنه يحني تقول شيء في داخلها وخارجها شيء ثاني ممزين؟ أيش مثلا قدام له حريم وأنا طيبة وأنا حنونة وأنا أحضن ذا وحب ذا ومعرف فيش ولكن في داخلي هذا لك ما طائقة مهن بالله عليكم هذي عايشة في سلام هذي ما عايشة في سلام وهاكد ناس كذاك لابد أن يتوافق الظاهر مع الباطن هذا هو التخلق باسم الله السلام تريد تعيش السلام اقعل باطنك كظاهرك وإلا ما راح تعيش ولذلك كل صراع الإنسان يعيشه مع نفسه ولا يقد له يعني اتزان يعيش في قلق كل صراع يعيشه مع الآخرين يعيش في قلق كل صراع تعيشه مع الله وأوامره تعيش في قلق المشكلة أنه هناك أيضا صراعات ما لها مخفية مثل ويش الصراع اللي هو من الذي خلقني كيف الذي خلقني ولماذا خلقني ومدام خلقني ليش يشقيني وكيف الله تعالى وزع الأرزاق بالطريقة ليش فلان عطاه خلى عنده فلوس وأنا ما عطاني فلوس وهذه الأسئلة اللي هي عبارة عن صراع لا ينتهي الصراع الذي يريد إبليس أن يوقعك فيه هو باغك ذاك يسوي باش ليش عشان إذا قلستمتي مع ذي الأفكار وذي الأسئلة هذه الأسئلة ما تودي النتيجة ما تودي النتيجة ولذلك الناس اللي تشغل نفسها بهذه الأسئلة المؤمن ماذا يفعل يؤمنون بالغاية خلال ما يناقشون ما يناقشون ما يبحثون من هو الله وإلى آخره ما يبحثوا يسلموا يسألوا يسألوا الأسئلة الصح مو هي الأسئلة الصح أها الله تعالى أكيد خلاني في هذا القدر أنه أنا أكون فقيرة لهدف يا ترى مو الهدف الذي الله تعالى يريد يعلمني إنه مثلا أنا أمقذ نفسي إنه أنا أغير قدري أيوة إذن بغير قدري بغير الأمر هذا ويشوفنا الله تعالى كيف تغير هل الله تعالى يريد يختبر صبري إذن أنا بأصدر شوفوا السؤال الصح لكن الإنسان الإنسان اللي ماشي غلط مو يقول تو أنا بأسأل حمو الله تعالى مختارني أنا منزد الناس كلهم وتصير عندي ذا المصيبة حال مو يعني أنا مزويت في حياتي عشان كذا كيستويلي صح ولا لا هذه الأسئلة التي تطرح لن تطرح إلا لتشقيك فانتبهي انتبهي حبيبتي في أسئلة هي عبارة عن صراع بينك وبين الله وما دمت تعيشين هذا الصراع بينك وبين الله عارف إن مشكلت شاش بتصير بتصير لن تعيش السلام تو الله تعالى يقول ليش أني السلام اسمي السلام تروح إيش تسوي تروح انتيت خربطي مو تسوي وحالم الله تعالى كذاك سوابي وترى الله تعالى مقدر لي وترى هذا هذا بو السؤال يابنت الحلال يقول قدر الله ما شاء فعل ثم ماذا ثم وفي قدر الله خير وما الخير الذي يأتي وحدة تقول في المصائب خير نعم في المصائب خير لمن لمن يؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن لو عرف عن طريق ماذا أنه يطرح الأسئلة الصح ما تطرح أسئلة خطأ ما يوم تجيب مصيبة تقول حالم استوالك ذاك حالم أنا بالذات لا تطرح هذه الأسئلة لماذا لنها بتضيعك بتعيشك في عدم سلام بتعيشك في حالة ايش اضطراب في حالة صراع الإنسان مع نفسه لما ايش ماله يعيش حالة اللوم بسبب ماله يقول ما لا يفعل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون في ناس واقد قوليش بقول الحاقل فلاني بسول حاقل فلان وبعدين الفعل ما شي ما شي فعل سأصوم ويقول اليوم اللي مفروض يصوم فيه ما يصوم تناقض فبعدين إيش يبدي إيش يسوي يبدأ يعيش في صراع ولذلك إذا ما تريد تعيش في صراع بتقوله نفذه ما تعد به نفذه وإلا لا تعد مو الوازي يعني فيه ناس يوم فرحانة توعد بسوي كذا وبسوي كذا والعادي ووقت التنفيذ ما تروم ثم ماذا ثم تعيش في صراع وتتنهقل ومن ضمن مظاهر الصراع التسويف فيه ناس واقد عندها تسويف كثير من الناس تعاني من التسويف أيضا مو السبب السبب أن ما تقوله لا تفعله في أقوالها ما مثل أفعالها قل ليش بذاكر وتجد ذا الطلبة لأنه عندهم صراع ما يقولونه لا يفعلونه فهذا دايما يعيش في صراع ومن أراد أن يحل الصراع هذا ما يقوله يفعله أو لا يقوله من أساسه أيضا الصراع أنه هو يظهر شيء ولكن في الواقع شيء آخر في داخله شيء آخر يظهر المحبة لكن في داخله هو حقد يقول حال الناس أنه أنا مسامح فلا لكن في داخله وما مسامح ولذلك يعاني 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 وعايش قلق للذركة أنه يقول أنا ما أفهم القرآن بس أنا مسامح أنت ما مسامح أنت في وقع الأمر مشغول ولذلك لا ينزل عليك القرآن وما تعرف معانيه لأنك أنت ما مسامح باختصار مع الآخرين يأذيهم يتكلم عليهم يتقسس عليهم يوقعهم في مشاكل وما أكثر وهؤلاء الناس الله المستعان والعياذ بالله منهم من أراد السلام سلم واستسلم لله السلام وما الإسلام إلا تجلي لإسمه السلام وهذا ختام قولنا من أراد السلام سلم واستسلم سلم واستسلم طبعا في كلام كثير كاتبتنا عن التخلق بإسم الله السلام بس عشان الوقت أخذنا وأدركنا كالعادة سأضعه إن شاء الله في الكتيب بإذن الله تعالى المحاضرة ستكون مسجلة وأيضا سيتم إدراكها في اليوتيوب بحول الله تعالى مع الكتيب وكذلك بالنسبة لمجموعات الكلمة الطيب بإذن الله تعالى أيضا سيتم إرسال الكتيب لهم بحول الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياد الجلال والإكرام اللهم ارزقنا سلاما سلاما في تفكيرنا سلاما في أفعالنا سلاما في أحوالنا سلاما في ديننا سلاما في حياتنا يا رب العالمين اللهم واستجب اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم جزاكم الله خواتي استودعكم الله ولا تنسوا ولا تنسوا ولا تنسوا حبيباتي مات نسيا مات نسيا الصلاة على النبي ففيها تفريق وفيها سلام أيضا سلام عليكم من الله السلام والرحمة والبركات الله بارك فيكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة